هذه المحاضرة العاشرة في اعتمادة الأنسجة للمرحلة الثانية تقنية مختبرات طبية أستاذ المادة أستاذ الدكتور طالب عباس كلية المنارة للعلوم الطبية تاريخ 17.05.2020 دعوة الأنسجة الأنسجة مهمة إيكونولوجيا التنفسي اللي هو الإير كوندكتينج بورشن الإير كوندكتينج بورشن جزء الناقل للهواء تتحدث من تاريخ الاستهولى انظ�� ópting ve تcheckoine lettricea رسperator ضع رسperatory bronchioles الملوناء immensely погملك الجنب هذي التفاصيف سنتطرق لها للشرائح القادم هناك ثلاث تراكيب تبقي مجرى الهوى فتوح هذه الكارتلجة يضرع الجدار يتعامل الجدار يتعطي صلابة للجدار يتعطي صلابة للجدار يتعطي صلابة للجدار يسمح لإستطالة الجزء المسؤول عن إيصال الهوى يتعطي صلابة للجدار العضلات تقلل أو تختزل من قطر القناة وتنظم مجرى الهوى ميوكوزة الميوكوزة تكون من الإبثيليوم واللامنا الميوكوزة تكون من الإبثيليوم واللامنا الإبثيليوم في أكثر من قطر القناة تكون دائم من قطر القناة تكون إبثيليوم الميوكوزة تكون إبثيليوم ميوكوزة تكون إبثيليوم متواجد صلابة أم إبثيليوم الإبثيليوم في أجزاء يتعطي صلابة هذا هو عبارة عن السيليا بحركتها تدفع أجزاء الغبار والمواد المخاطية باتجاه البلعوم أما أن تبتلع أو تطرح إلى الخارج السيليا بحركتها تدفع أجزاء الغبار والمواد المخاطية تغطي الإبثيليم وتحمي الإفرازات المخاطية التي تلتقط أجزاء الغبار وترطب الهواء اللامنة بروبارية تحتوي على السرس ميوكس وعدد من الأوعية الدموية السرس جلاند تحافظ على رطوبة الإبثيليم ورطوبة الهواء الأوعية الدموية تدفع الهواء الداخل للرئتين إبثيليم برطوبة تشراء خمسة نوع الخلايا الأولاً سيلياتي دموية الدموية أو يتقبل السيلياتي أو يتقبل السيلياتي أو يتقبل بطوبة القسوس لا تحتوي على أهداف وأنويتها تكون في قاعدة الخلايا 2- Goblet cells 3- Brush cells Intermediate cells Have microbiome Transform into Either siliated cells Or goblet cells تتحول فيما بعد أما إلى siliated cells أو goblet cells 4- Basal cells Are short cells Lie on the basement membrane But don't reach the surface They are stem cells From which other cells Types are developed خلايا قصيرة تقع على basement membrane ولا تصل إلى سطح الأبيثيليوم وتأخذ دور الخلايا الجذعية حيث لها القابلية أن تتحول إلى أي نوع من هذه الخلايا 5- Granular The other cells They are round have dark stained nucleus and secretory granules لاحظوا مشاهدة الشكل هذه الأنواع الخمسة من الخلايا ذكرناها لاحظوا Goblet cells هذا الشكل المؤشر الشرعية سiliated columnar cell ثم البرش سيل والقرانيول سيل والبيزل جدا واضحة شكل آخر أيضا تقريبا نفس الحالة هنا هذا الشكل يظهر بالعملي بالنسبة للعملي مثل هذا الشكل الشريحة سوف نبدأ بالجسد الناقل الذي هو البرش أول جزء مننا هو الناس الكابت يقوم بتقريبا الناس الكابت من الناس الكابت ويقوم بتقريبا ثلاثة تأشير هذا الشكل أمامكم باستبيول باستبيول والفاكتوري المساحة والجزء المسؤول عن الشم الجيوب الأمامية الجيوب الأمامية سوف نلاحظوا من خلال التأشير على أماكنها وين تقع إثمويد سفينويد الجيوب الأمامية كلها تتصرف مع نيزال كابت كلها تتصرف الفجوة الأنفية تقعون باستبيول الناس الكابت الناس الكابت الناس الكابت الناس الكابت نعم من خلال التأشير أيضا لامنا بروبرا تتصرف التأشيرات واضحة على الشكل الهنجرة الانتيريار سيرفاس سيكوماس ابثيليم الجزء الأمامي الهنجرة سيرفاس سيديوستراتيليم سيديوستراتيليم بشكل جمع المسلحة 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 من المسلحة من المسلحة من المسلحة الحبال الصوتية زوجين من الطياد تمتد إلى تجويف الحنجرة أسفل لسان المزمار التأشير The lower fold, true vocal cord, lined by stratified sequence epithelium. ولاحظوا عن الفلس والتأشيرة الآن. والترو وكورت ميكوزة ارتكالة ميكوزة ميكوزة من رسفيراتي بثيليم وامنة تحلذة كتنة لحكورة ميكوزة ميكوزة ومرائع ميكوزة بثيراتات الميكوزة ميكوزة 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 T-Shape Cartilage Advantage Dense Fibro-Connective Tisha نحظوا اللارينكس الحنجرة وتتصبها القصبة الهوائية هذه القصبة الهوائية مكونة من الجانب الرئيسي يتفرع إلى فرعين ويسمى بالبرونكيا الفرع يتفرع إلى فرعين ويسمى بالسكندري ثم السكندري يتفرع إلى فرعين ويسمى الثلاثة وبالأخير عندما تكون تفرعات كثيرة تسمى بالبرونكيول وهي القصيبات البرونكيا تشبه تريكيا وذكرناها قبل قليل والسكندري والترشير تشبه تريكيا نحظوا متشبه تشبه ميوكوزا is composed of respiratory epithelium and lamina propria contains connective tissue serous and mucous glands submucosa irregular glates of cartilage instead of c-shaped cartilage smooth muscle layer as muscular mucosa is spirally arranged separated the lamina propria from submucosa is rich with elastic fiber. This submucosa changed to blades of cartilage instead of c-shaped cartilage in trachea bronchules a large bronchules of diameter about 5 mm or less this side of the blase of cardilage is very little and therefore it is low as the one it does not have to be satisfied with the stADE system in a nuclear Tufti- sided system which says that the embucosa is high or low and it has better proofing that the The disorder is Schoen and the verschiedenen brushes have no troubles and no stretch The oral bronchutes of diameter about 1 mm or less. The bronchutes of diameter that put 1 mm or less the stomach is restricted by 1 mm or less. يصبح مهدد كوليومنر مع بعض قبلة سم ترمينال برونكيولز القصيبات النهائية هي جزء البعيد من برونكيولز أقوى 0.5 مليمتر أو أقوى قطرها نصف مليمتر أو أقوى البيثيم في بعض قبى أن ميناء الملح فوق ميناء الملح دوبت تشبه الجنائية السقالين دوم شابه تشبه القبه أو شيء من القبه هذا سكرات سيفكتان تساعد تنزل تنزل لتنزل من المسكين ويحفر من المسكين من المسكين رسپيراتي 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 يمتلون من مبالا رسپيراتي بعضهم يتنزل وعضهم المسكين منcora المسكين هذه النومة التي تعتمد أمور من الصواف تقلب بحرص سبيثيلي مباشرة من تساوضة من حفر الوليساتي. الساخة الأنفذية من تبعات مختلفة الأنفذية. الساخة الأنفذية الأنفذية إلى دقائق. الأنفذية الأنفذية هي الحوصلات الأنفذية من المنطقة، أما يتحرك التحديد من المنطقة الأنفذية. المشكلة 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 هي المشكلة المشكلة في السبتة بينهم الحوصلات هي الوحدة الوظيفية للرئتين حيث يحدث فيها تبادل الهواء ومن خصائص جدرانها تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية Lung alubuli limoside الخلايا الرئوية تنقسم إلى قسمين النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول والنوع الثاني Alluvial cells type 1 are thin simple sequimus epithelium Their ends are connected by tight junction to prevent leakage of tissue fluid into the alluvial lumen النوع الأول هي simple sequimus epithelium نهاياتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تسمح بتسرب السائل النسيجي إلى تجويف الحوصل اللوفيولار type 2 cells تجدد نفسها وتبدل خلايا النوع الأول المحطمة لاحظوا هذا الشكل اللي أمامكم يمثل الحوصل للهوائي لاحظوا جدارها ممتلئ بالأوعية الدموية اللي تكلمنا عنها قبل شوائد ولاحظوا هذه الخلايا هي خلايا خلايا type 1 والخلايا الخضراء type 2 أو النوع الثاني التي تحدث عنها التجويف الأولاد قليل الوطنان يحضر الثاني الوطنان تحتوي الحوصلات على الوطنان ولدرد إلى الكوالد وغير من الوطنان لتدعيمها وأسنادها اللوفيولار موطة أس requesting المشروح الأولاد وممسحة والأولاد عادة تكون حرة في تجويف حويصلة وفي الأنسجة مع بين الحويصلات حيث تلعب دور مهم في تنظيف الرئتين من البكتيريا الغازية والمواد الضارة المستنشقة مثل غبار وجزيئات الكاربون يمنع الهواء من الاختلاف مع الدم المحاضر انتهت وشكرا على المتابعة إن شاء الله نلتقي مع بعض وإذا أكوا أسئلة أنا حاضر فيها ترجمة نانسي قنقر